السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في مطبخ يوسف جبت لكم مصافات تناسب نهار العيد بنينة وسهلة اليوم مرنا رايحين نوجدو صالة دوري معاها كبدة بفلفل وتوابل بيانسور ما نستغنوش على الحميس ونختموها بالشلاظة نبدو على بركتي الله اول شي نديرو نوجدو لصوس تاع مصيدوان ليستخدمت فيها مغير فاس غير مطرد وبطا فروماج ريجيم وستلها ربع حبت فروماج فوندو وستعليها مغير فا كبيرة زيت وشوية ملح فلفل كحل ونمكسيو كلش نزيدو زوج مغارف كبار خل وزوج مغارف ما ونعودو نمكسيوها باش جينا شوية خفيفة لصوس راهي وجدة كي ما راكوا تشوفو نديرو لها بابي فيلم ونحطوها في الفريجيديا لما صيدوان درت فيها زرودية جلبانة ماييس زيتون دين وايوتي وطمعطيش والروز نخلطو كلش داخل الريسيبيون أنا الروز والجلبانة وزرودية غليتهم في الماء والملح نخلطو كلش كي ما راكوا تشوفو أنا هنا درت لصوس اللي وجدت المقبل واللي حبي دير مايوناز له الاختيار نعودو نخلطو لصوس بيام عالي لقيم ونزيدو نحطو عليها بطاة عطون صغيرة بينشر نحولها الزيت ونكملو نخلطو كامل لصالد نكملو نخلطو لصالد نجيبو المول ندلو لو شوية زيت وبالبنسو ندهنو كامل لمول تاعنا باش ما تلسقش ونعمرو لمصدوان كامل لكونتي تيري عندنا ونسقموها باش تحكمروحها هكذا كامل بالفرشيطة نجيبو المول نديموليوها ونقدموها في طبق تقديم كي تخسلكم شوية الفرشيطة ودوسقموها الديكور أنا جيبرافيري درت ديرون دال سيفلي تع الخيار وزرودية وندرسيها كيما راكو تشوفو كل واحد عندو الفنتاعو تعالى دريصاج كل واحد كيما يحب أنا دت لدريصاج هذا ساهل وشباب وفي الاخير زيتلها شوية زيتون دورت عليها شوية زيتون أخضر فيولي وكحل وزيتلها بيض دندلو وزيتلها طومات بوار كيما راكو تشوفو صاحبي اللي يخدم فيها ما راهيش في السوق ما تنبعش ونشكره على هذ لابوار هذي نروحو نوجدو الكبدة هذو هما المكونات اللي نستخدموهم الكبدة ده بيديد نديروها سواء مقلية بشوية زيت وملح ولم شرملة أنا اليوم حبيت نبدل شوية نديرها لكم المفاصون في مقلعة نديرو شوية زيتون نخليوها تسخن ونزيدو لها شوية شحمة نقطعم وكعبات نخليها تتخلى شوية حتى تتخلى شوية لذي يتمدلنا بالنسبة لا نضغط شيء للا نضغط شيء للا نقلع ونضع الكبدة ونقطعها شرائح لذب المقلعة بنسبة لدينا ملاحة لذي لدنا كي كبدة تتخيل بالناشر. نزيد لها ملح ونحركوها. كما ركو تشوفو شرائح ونقلوها بياه. نزيد عليها فلت سنت ثوم ومغرفة صغيرة كمون ومغرفة صغيرة كاري وكوري. نزيد عليها فلت سنت ثوم ونخلطوها كامل ونخلوها تتقلها شوية معادي زيت. نزيد عليها فلت سحبة فلفل حلو وفلفل حمر. ولي ما عندوش فلفل الحمر له الاختيار يديل فلفل الخضر برد. نقصو النار تعنا ندلوها ابتيفة. في الاخير بعد ما طابت نزيد عليها مغرفة صغيرة. تعقهوة تع سيطره. ندلو لهاش بزاف. نزيد لها فلبنة. ونطفيو عليها ونروحو لطبق تقديم. كي ما ركوا تشوفو. هنا من المستحسن نخليو شوية على سوس. لانها مليح كتاكو شوية كبدة تغمس. نمسح هابيا بالبابي طرشو. باش تبنى لاصيات شابة. ونرفدو سيطره. نسحبها سيطره. وندورو عليها كامل كي ما ركوا تشوفو. نزيد لها شوية حشي شربة. وطبق رهو واجد. نجوزو الكيفية الاخيرة اللي هي الحماس. نشوي وربع حبات فلفل حلو. انا خلطت الاخضر والاحمر. وحبة فلفل حار. وشوية ثانية زوج حبات طوماتيش. وراس ثوم صغير قيس خمس سنات. نقطعو الفلفل. نناشيهم طرطره بيا. نزيدو ناشيو لطومات. نقطعوهم بيا. ونزيدو الثوم اللي بقى. نخلطوهم كامل. نزيدو لهم شوية ملح. وناشيوهم بيا. ندري سيوه في طبق التقديم. ونصقموه بالفرشيطة. زدت ثلت حبات زيتون. وشوية زيت حوالي ملعقة تعمك له. كما ركو تشوفو. ورزير فيوه. عندي راس تعشلاظة نقيتو اغسلتو بيا. وراني ندري سيوه في طبق التقديم. وزتلو شوية شرائح تاع الطومات. وحبيبات الزيتون. هذه هي اطبقنا النهار اليوم. ان شاء الله هنفيدوكم. ولو بالقليل. ما تنسوش الاشتراك في القناة. والضغط على الجرس. ولعجبتكم الفيديو. ديروا النجام. وتربحوا ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.